إجازة نصف العام في يوم دافئ ومشمس من إجازة نصف العام استيقظ رامي من نومه متحمسا لأنه سيسافر إلى الإسكندرية ليزور عمه عامرا وولديه شريفا وفريدا لقضاء بعض الأيام من إجازة نصف العام ثم سيسافر إلى خاله سامي بالمينيا لقضاء النصف الآخر من الإجازة ارتدى رامي ملابسه سريعا وقام بتحضير حقيبة الصفر وأسرع إلى أبيه متسائلا متى سنتحرك يا أبي؟ نظر إليه الأب وقال غالبا لن نسافر إلى الإسكندرية اليوم يا رامي صدم رامي من الإجابة وسأل لماذا؟ قال الأب الجو غير مستقر برودة في الجو مع أمطار ورياح شديدة ويصعب التحكم في السيارة على الطريق من القاهرة إلى الإسكندرية خاف رامي أن تنتهي الإجازة دون أن تسافر العائلة فسأل بقلق وهل الجو غير مستقر في المينيا أيضا؟ ضحك الأب وقال تعال يا رامي لنرى خريطة مصر وسأل الأب رامي أين القاهرة وأين الإسكندرية وأين المينيا؟ نظر رامي للخريطة بعد الوقت ثم قال وجدتها هذه القاهرة وهذه الأسكندرية وهنا المينيا تأمل رامي الخريطة التي أمامه ثم صاح نعم فهمت عندما نذهب إلى الإسكندرية نذهب ناحية البحر فيكون الجو باردا وممطرا أما عندما نذهب إلى المينيا فنحن نتحرك جنوبا ونبعد عن البحر وعن البرد ونمشي بمحاذاة نهر النيل فيكون الجو أكثر دفئا قال الأب بالفعل كلامك صحيح يا رامي سنؤجل سفرنا إلى الإسكندرية حتى يتحسن الجو ولكن هيا نتصل بخالك سامي لنرتب معه سفرنا إلى المينيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر